دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية دكتور طارق يعني تعليقك وقراءتك لما قامت به القوات الأمريكية والبريطانية وحلفاءهما من عمليات في البحر الأحمر هو بالتأكيد طبعا أستاذ حسن كما تعلم التصعيد تم منذ عدة أيام وكان متوقع أنها تبدأ عمليات للرد على ما قامت به ميليشيات الحوسي لكن المسألة الأكبر من هذا هي ارتدادات حرب غزة يعني ما يجري الآن وتشاهده محاولة للتهدئة في قطاع غزة ووقف بعض العمليات في المواجهة بين حزب الله وبين إسرائيل فتسخن الجبهة الجنوبية هل هذا هو مخطط إيراني محاولة لنقل رسائل بصرف النظر عن ما يجري بطبيعة الحال الميليشيات الحوسية لها توجه كبير وتم خلال فترة الماضية والعمليات زادت بصورة كبيرة من منتصف نوفمبر حتى الآن أكثر من 26 وفق البيانات التي صدرت اليوم أكثر من 26 عملية وربما أكثر استهداف القضية حضرتك فيه ما هو قادم بمعنى أنه ليست القضية في من قام بتوجيه الضربة سواء الولايات المتحدة أو بريطانيا طبعا فرنسا أيضا دخلت على الخط ومن الواضح أن هناك تصارع على حجد الفرقطات والسفن البحرية التابعة لكل دول منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب فمن الواضح أن هناك مسعى إلى التصعيد واستهداف طبعا أماكن التمركزات للميليشيات الحوسية الرسالة الأولى هي أن الولايات المتحدة وبريطانيا تسجلان حضورا في البحر الأحمر وبالتالي عسكرت ما سيجري من عمليات الأمر الأهم أيضا في تأديري هو دخول أطراف أخرى على الخط كفرنسا اللي بدأت ستعمل في تأديري خارج النطاقات وخارج التحالفات طبعا حضرتك تعلم جيدا أنه كان هناك التحالف البحري الأخير والتحالف البحري الأخير من الواضح أن دوله موجودة بطبيعة الحال بصورة رمزية العملية تمت تحت القوى المركزية الأمريكية سينتكوم وبالتالي من الواضح أن الولايات المتحدة تريد أن تقول أنها تحشد أكبر قدر من الدول في المواجهة لكن القوى الرئيسة هي بريطانيا فرنسا ستعمل بمفردها وبالتالي أعتقد أن الخيارات العسكرية تستبق أي خيارات سياسية في هذا التوقيت بالرغم طبعا كما تعلم حضرتك هناك وسطات من سلطانة عمان وهناك مفاوضات والمبعوث الأمم يتحرك في مسقط لمحاولة للتهديئة في اليمن والوصول إلى تسوية طبعا ارتدات حرب غزة أخر بعض الأمور وهذا يشير بطبيعة الحال إلى القضية الرئيسة تحتمالات توسع الصراع في الإقليم بأكمله وبالتالي على الولايات المتحدة أن تبلور رؤيتها إذا أرادت التهديئة لكن التصعيد العسكري وبناء تعالفات عسكرية ومحاولة للدخول على الخط أنا في تأديري ستؤدي بالمنطقة إلى مواجهات ونخشى تنفتاح الجبهات يعني إذا كانت الأمور تهدأ قليلا في المرحلة الثالثة في قطاع غزة قبل الوصول إلى الترتيبات الأمنية ومحاولة لتسخين جبهتين حزب الله الشمال مع الجنوب في اليمن فتوقع حضرتك امتدادات مباشرة حتى الآن الصراع منضبط لكن ربما تخرج الأمور خارج السيطرة بصورة أو بخر وهنا دكتور طارق يبدو السؤال يعني إيران تعلن أن هذه العمليات تأتي في إطار دعم غزة فالسؤال هل تخدم هذه الحرب قضية غزة أم على العكس يمكن أن تصرف الأنظار عنها لا بالتأكيد حضاك سألته أجابته أستاذ حسن يعني تصرف الأنظار لطبيعة الحالة أن إيران تريد أن توظف كل الوكلاء في بروفة حقيقية لما يمكن أن يتم في إطار مواجهات قادمة معنى أنه تسخين جبهة حزب الله المليشيات الحوسية العراق وبالتالي كل هذه التحركات بتتم على هامش ويعني ما يجري فيه قطاع غزة المسألة الرئيسة غزة لكن من الواضح أن الإيرانيين لديهم حسابتهم وتقييمتهم السياسية والعسكرية ونقل رسالة للولايات المتحدة بصورة كبيرة بقدرة إيران على تحريك هذه الأزرع عند الضرورة والإضرار بالمصالح الأمريكية يعني اسمح لي أن أقول حرب غزة كانت صراع بين طرفي معادلة إسرائيل وقطاع غزة ولم تكن هناك الولايات المتحدة طرف شريك مباشر فيها إلا في الارتدادات الخاصة بالوجود العسكري في استهداف هذا الوجود العسكري لكن في الجنوب حدث ولا حرج أن تتحدث عن ممرات دولية تجارة عالمية وجود عسكري فرقطات لعادة دول فهذا هو الأخطر الآن بالنسبة للموجهة وبالتالي الولايات المتحدة لم تتحرك في حرب غزة وحضرتك تبعت ما جرى في جولة بلينكين لا طرحت أراء وتصورات ورؤى ومجرد خطابات هنا وهناك لكن في الجنوب مع الميليشيات الحوسية في الخليج العربي في التطورات في مناطق التماثل الاستراتيجية مصالح كبرى حضرتك أستاذ حسن ومصالح عسكرية واستراتيجية وتجارة عالمية ودولية وطرق اندادات وتحرك وفق النقل اللوجيستي وغيرهم التفاصيل الكثيرة التي حدثت عالمها هنا الأمر مختلف عن غزة أو حتى عن حزب الله هنا انخراط كامل للجانب الأمريكي البريطاني لدفاع عن مصالحهم المباشرة وعن وجودهم العسكري والاستراتيجي بما يؤكد بطبيعة الحالة أن الأمور قد تخرج عن السيطرة فبالتالي الإيرانيين يسجلون حضورا في المشهد أننا نستطيع أن نصل إلى المصالح الأمريكية في مناطق مختلفة الميليشيات الحوسية بتؤدي أداء جيد بالنسبة لما هو مخطط بالنسبة للجانب الإيراني ومهدد حقيقي للحضور العسكري والاستراتيجي الأمريكي وبالتالي الجانب الأمريكي إذا لم يستوعب هذا الأمر فسيدخل فيه مواجهات بالرغم أمرين الأمر الأول هو وجود حالة من الارتباك لدى السياسة الأمريكية في التعامل مع مهددات الأمن بمعنى أن هناك تجاذب تم خلال 48 ساعة داخل كونجرس حوله طبيعة الاستهدافات الموجهة للسياسة الأمريكية وقاليات التعامل معها وهناك رأي داخل وزارة الدفاع الأمريكية قود وزير الدفاع وقود العمليات المستشفى كما تعلم حضرتك يعني ليس بعيدا عن المشهد وقادت التشكيلات وقادت الحروب بالإضافة لقائد المنطقة المركزية هناك أراء مختلفة في هذا التعامل المباشر تخفيف الضغوطات محاولة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة أخرى والحديث عن عمليات نوعية قبل أي ترتبات أمنية وإما الإنزلاق في مواجهات إقليمية وهو ما تم خلال الساعات الأخرى أتصور أن ما حصل خلال الساعات الأخيرة سيتكرر بصورة أخرى بصورة أو بخرى ما لم تضبط الحركة الأمريكية تضبط به سورة أو بخرى في إطار ما تواجهه من سياسات نعم دكتور طارق البحر الأحمر يعني الأمن القومي لعدد من دول المنطقة منهم مصر على سبيل المثال السعودية وأيضا الأردن التي تحدثها وزير خارجياتها قبل قليل المواقف الإقليمية كيف تتوقعها وإلى أي مدى يمكن أن تسعى إلى تهدئة الأمور وتنجح في ذلك الأطراف الإقليمية منخرطة بصورة أو بأخرى ونتيجة للموقف من المسألة اليمنية ربما تتوافق وتتعارض بعض المواقف العربية لكن لا تنسى أن الأشقاء في السعودية على سبيل المثال أنشأوا منتدى البحر الأحمر وخليج عدن وهو منتدى كان يمكن أن يضبط الحركة داخل هذا النطاق لكن الجانب الإيراني كما تعلم حضرتك ويتحدث عن مقربة خاصة بدول البحر الأحمر ودول الخليج ويعني في نطاق إقليمي عربي وليس دولي لكن الولايات المتحدة بطبيعة الحال وفرنسا وبريطانيا نتحرك في مناطق ممتدة من منطقة القرن الإفريقي لمناطق التماس لداخل مناطق الممرات المائية سواء البحر الأحمر سواء جنوب البحر الأحمر المناطق الممتدة إلى الخليج العربي بما فيه خليج هرمز وكل هذه المناطق أنا أعتقد أنه التفاعلات العربية والإقليمية يجب عليها أن تلعب دور في هذا الإطار لأنه في النهاية الأمن المسؤولي أمن البحر الأحمر هو مسؤولية عربية بالأساس وليس مسؤولية إقليمية أو دولية فقط يعني الحديث الإيراني عن على سبيل المثال تشكيل قوة بحرية للدفاع عن أمن المناطق هذا طرف إقليمي كما تعلم إيران وبصرف النظر عن تقييمنا لاستئناف العلاقات مع الجانب السعودي لكن الإيرانيين لا يسالوا مهددين للأمن الإقليمي بصورة أخرى إيران هو أكبر مهدد للأمن الإقليمي وطبعا لها مشروحها الكبير في هذا الكلام لكن بطبيعة الحال استمرار هذه المواجهة الآن إيران تتحرك بمفردها وتتحرك بوكلاتها سواء كان بالنسبة للأطراف الإقليمية وبالتالي تسخين الجبهات سيدر بالمواقف العربية والإقليمية الدول العربية عليها أن تتحرك بصورة كبيرة تصريح لحدك أشار تقليل الأردنيين والأردنيين بطبيعة الحال أيضا ضمن المعادلة مصر الإمارات السعودية كل الأطراف المعنية بأمن الخليج لكن في النهاية أنت تتحدث عن أمن دوله دول البحر الأحمر في مناطق تماثل استراتيجية يمكن التعامل معها بطبيعة الحال لكن تبقى مسئولية الدفاع عن أمن البحر الأحمر وحركة التجارة وصفن مسئولية عربية ربما طبعا نتيجة لأن هذه المنطقة كما تعلم حضرتك فيها حشود عسكرية فيها قواعد عسكرية فيها امتدادات لدول متعددة وفيه مصالح كبرى فالصراع هنا ما بين الإقليمي والدولي المطلوب الآن سياغة مقربة عربية للدفاع عن أمن هذه المناطع على اعتبار أنها خاصة وليس فقط مجرد تدويلها لأنني أخشى من أمرين أستاذ حسن الأمر الأول هو احتمال تدويل مسألة البحر الأحمر تدويلها بمعنى أنها تتحول من نطاق محدد لوضع جزء استراتيجي ودول عربية وإقليمية وغيره إلى شأن دولي إذا تحولت المنطقة إلى الأمن البحر الأحمر إلى قضية دولية وتم تدويل هذا الأمر سيكون له تبعات كبيرة على الأمن القوم العربي في مرتكزات وقصص رئيسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر